شرعت بانشاء العديد من مشاريع الري الستراتيجية في كربلاء المقدسة من خلال اعتماد نظام الانابيب المضغوطة مما اسم في احياء الاف الهكترات الزراعية اثر الجفاف الذي حل بالبلاد جراء حسار الامطار وقلة الواردات المائية بعد شحي مياه الري في كربلاء المقدسة شرعت وزارة الموارد المائية بانشاء مشاريع استراتيجية هي الاولى من نوعها في البلاد لترشيد مياه السقي باستخدام انابيب غير مضغوطة في ارواء الاراضي والبساتين تعدنا نخيل مات بسبب العطش بس بهذا المشروع الجديد وهي الانابيب الحقيقة حصلنا على مياه كثيرة وشجينا الاراضي مالتنا وعدنا نشاطها وارتاحينا هواي حتى مياه تشرب ما شرعت المنطقة تعاني من الانهر بسبب الاوساخ والقصاب والطين هس اثناء التبطين والانابيب صار قمية المي محصورة تكفل كل البساتين صار لعشرين سنة انا ما واصلني المي من هاي الانابيب الجديدة لجت هسا حاليا من ضغوطة لجتني محبوض المي باي ساعة افتح المي وغذي القاع مالتي واسقبيها بدون مطور وبدون اي شي يعني واستصحت وزارة الموارد المائية اكثر من عشرة الاف دونمين كمرحلة اولى اذ اسمت في زيادة الانتاج الزراعي وتقليل الملوحة في الاراضي بادخالها طرقا حديثة متنوعة في ري البساتين والاراضي المفتوحة فكرة كانت هو انشاء ري بالانابيب الغير مضغوطة اي باستخدام فرق المنسوب من جدول الاحسينية وصولا الى المزارع والهدف منه هو منع الضائعات الناتجة عن التسرب وعن التبخر وكذلك تقليل المساحات المستغلة للنظام قارنة مع النظام الرئي المفتوح قامت تشكيلات وزارة الموارد المائية بتنفيذ مشروع استصلاح اراضي الاحسينية بالانابيب المغلقة الغير مضغوطة والتي شملت عشرة الاف دونم يعتبر هذا المشروع من المشاريع المهمة بشكل كبير كونه يدمج بين النظامين النظام المفتوح والنظام المغلق بدون ضخ نجح تجربة مشروع استصلاح اراضي قضاء الحسينية بالانابيب غير المضغوطة لترشيد مياه السقي وإيصالها الى جميع البساتين فكرة يراد لها ان تعمم على المحافظات العراقية من كربلاء المقدسة حسن المحنة العراقية الاخبارية انحسار الانطار للسنة الثالثة على التواصل